اشتركوا في القناة نجاتك يا أبا السجاد وكم هو سهل الوصول إلى فناء فيضك وملاذ جودك وشاطئ أمانك إذا ما زارك الزائر مخلصا في نيته فرب العباد يبعث له رسولا يقول له أنا رسول الله إليك ربك يقرئك السلام استأنف العمل استأنف العمل فلقد غفر لك ما مضى بداية حسينية رائعة بإمكاني كل زائر إذا ما بذل بذل جهدا يسيرا أن يحقق أدنى المستويات في الزيارة في الزيارة الحسينية السليمة الصحيحة بعيدا 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 عن عجول حوزة الطوسي بعيدا بعيدا عن هذه العجول العباسية الشافعية المعتزلية زوروا الحسين بعيدا عنهم بعيدا عنهم زوروا الحسين وقلوبكم مشدودة إلى إمام زمانكم زوروا الحسين وأنتم تطلبون من إمام زمانكم أن يوفقكم لزيارة صحيحة سليمة مقبولة عند الحسين إذا كانت زيارتكم صحيحة سليمة صحيحة بحسب آداب محمد وآل محمد سليمة بحسب عقيدتهم الصحيحة وحذاري حذاري من منظومة عقائد أصول الدين الخمسة صدقوني هذه تقودكم إلى حفرة مظلمة تبعدكم عن إمام زمانكم منظومة منظومة عقائد أصول الدين الخمسة منظومة ضلال لا يشتبه عليكم الأمر فتقولون من أن التوحيد مذكور في القرآن وفي حديث العترة لا لا أتحدث عن أن التوحيد ذكر في القرآن أو لم يذكر التوحيد أساس ديننا أنا لا أتحدث عن أن النبوة ذكرت في قرآن أو لم تذكر أنا لا أتحدث عن هذه العناوين فهذه العناوين هي مفردات من مفردات ديننا أنا أتحدث عن منظومة عقائدية هذه المنظومة منظومة ضلال هذه منظومة إبليسية بالضبط فإن إبليس يؤمن بالله سبحانه وتعالى وإن إبليس لم يكن معترضا على السجود لله سبحانه وتعالى اعتراض إبليس أن يسجد لآدم فإبليس أراد أن يعيد ترتيب المنظومة العقائدية التي أرادها الله من الملائكة ومن إبليس فإن الله أراد المنظومة أن يسجد الجميع لأبينا آدم السجود لأبينا آدم وليس لله صحيح هو في جوهره هو في مضمونه سجود لله لأنه بأمر من الله لكن المنظومة هكذا تقتضي منظومة العقيدة والعبادة التي أرادها الله هكذا تكون من أن السجود لأبينا آدم فإن الله يريد أن يعبد من حيث هو يريد لا من حيث أنا أريد إبليس هكذا يريد إبليس يريد أن يعبد الله إبليس يؤمن بالله لا يعترض على عبادة الله اعتراض إبليس على منظومة العقيدة والعبادة فإن إبليس يريد أن يؤسس لنفسه منظومة عقيدة وعبادة بعيدا عن منظومة العقيدة والعبادة التي يريد الله فإبليس يؤمن بالله وهذه مفردة صحيحة وإبليس يؤمن بعبادة الله وهذه مفردة صحيحة وإبليس يريد أن يسجد لله وهذه مفردة صحيحة لكن المنظومة ما هي بصحيحة إبليس لا يريد السجود لآدم يريد السجود لله من دون أن يسجد لآدم ولذا فإن الله طرده ولعنه القضية هي هي أنا لا أعترض على المفردات فمفردة التوحيد مفردة من ديننا ومفردة النبوة مفردة من ديننا ومفردة الإمامة مفردة من ديننا ومفردة العدل مفردة من ديننا ومفردة المعادي مفردة من ديننا أنا أعترض على المنظومة التي جاءت خلافا لمحمد وآل محمد فإن محمدا وآنا محمد وضعوا لنا منظومة جعلوا لها أصلا واحدا هو الإمام يا علي يا علي يا علي محمد يقول أنت أصل الدين أنت أصل الدين وانتهينا هذه المنظومة التي يريدها محمد أما منظومة حوزة الطوسي فهي منظومة يريدها الأشاعرة والمعتزلة ومراجع النجف وكربلة وهؤلاء أبالسه هؤلاء على منهج إبليس على منهج الشيطان من هنا أقول لكم حذاري حذاري من منظومة العقيدة التي هي منظومة أصول الدين الخمسة تريدون عقيدتكم عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك التي تبتني على أصل واحد هو الإمام يا علي أنت أصل الدين وهذا هو منطق القرآن في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل لم تبلغ ببيعة الغدير فما بلغت رسالته لماذا لأن علي هو أصل الأصول وكل الرسالة ستكون فروعا لذلك الأصل هذا منطق القرآن هذه ما هي برواية هذه آية وأنا وإياكم نعرف أنها في بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالأساس والجوهر والأصل والميزان الأول والأخير هنا في منظومة عقائدية أساسها أصلها واحد هو هو الإمام وليست الإمامة الإمامة شأن من شؤونه إذا أردنا أن نقول من أن هذا الأصل هو الإمامة فذلك على سبيل التجوز وفي الوقت نفسه نجعل هذا العنوان إشارة للإمام أصل الدين هو الإمام أما الإمامة فهي شأن من شؤونه فأصل الدين هو الحجة بن الحسن في زماننا نحن أصل ديننا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاءت زيارة الزائري صحيحة بطقوسها وآدابها سليمة في مضمونها العقائدي خصوصا في منظومتها العقائدية الأساس إذا جاءت صحيحة سليمة والتوجه كل التوجه إلى إمام زماننا كي نوفق لزيارة مقبولة عند الحسن فإن الملك الذي هو رسول من الله إلينا سيأتينا مسرعا يقرئنا من الله السلام ويقول لنا استأنف العمل استأنف العمل رواية أخرى في الأجواء نفسها لكنني أذهب إلى النهايات كما قلت لكم قبل قليل إنني لا أريد أن أقرأ عليكم الأحاديث التي تخبرنا بعظيم أجر زيارة الحسين وإنما أخذت رواية من البدايات وسأأخذ رواية من النهايات أقرأ عليكم من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران صفحة 120 الباب الثامن والثلاثون الرواية تبدأ في صفحة 121 إنه الحديث الرابع بسنده عن الصفوان الجمال وصفوان شخصية شيعية معروفة عن صفوان الجمال قال قال لي أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما أتى الحيرة الإمام الصادق جاء إلى العراق وبقي فترة في الكوفة لما أتى الحيرة والحيرة مجاورة للكوفة وإلى يومنا هذا خرائبها موجودة وهناك مدينة في أيامنا هذه تجاور تلك الخرائب تسمى بالحيرة أيضا صفوان الجمال يقول قال لي الإمام الصادق صلوات الله عليه لما أتى الحيرة هل لك في قبر الحسين هل لك في قبر الحسين هل ترغب أن تأتي معي لزيارة الحسين قلت وتزوره جعلت في ذاك قطعا هذا السؤال لأجل بيان الحقيقة فلربما هناك من الحضار من هو بحاجة إلى أن يستمع هذا الجواب وإلا فصفوان صفوان من خواص الشيعة لا يغيب عن ما لزيارة الحسين من عظيم منزلة في ديننا هذا الأمر من البديهيات بالنسبة لصفوان وأمثال صفوان من أصحاب الأئمة لكنهم قد يسألون سؤالا يريدون من الإمام أن يجيب عليه كي يسمع آخرون قلت وتزوره جعلت في ذاك قال وكيف لا أزوره والله يزوره هل بقي لي من كلام قلت لكم جئتكم برواية من البدايات وهذه رواية من النهايات بل من نهايات النهايات هل بقي عندي كلام أقوله بعد ذلك فإنني إذا أردت أن أتكلم بشيء سأجتر المضامين نفسها سأركبها في عبارات أخرى يقف الكلام هنا قال الصادق وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة الله يزوره في كل ليلة جمعة قطعا هذه المضامين لا تتحدث عن تجاف الذهت الإلهية فالذات الإلهية لا تتجاف فالذات الإلهية ليس لها من مكان حتى تتجاف عن مكانها الذات الذات الإلهية لا تتحرك فليس لها من بداية لأن المتحرك الذي له بداية الذات الذات الإلهية ليست لها من بداية حتى تتحرك الذات الإلهية لا تنتقل لأن الذي ينتقل هو المتغير والمتغير هو صاحب الطبائع المركبة والذات الإلهية منزهة عن كل ذلك فهي لا تتغير وليس لها طبائع مركبة فلا يمكن أن تنتقل ولا يمكن أن تتحرك ولا يمكن أن تتجاف هذه المضامين في هذه الرواية وأمثالها تتحدث من جهة لبيان عظيم منزلة زيارة الحسين وهذا يكشف عن عظيم منزلة الحسين عند الله ومن جهة أخرى فإن الكلمات هذه إذا أردنا أن نفهمها في إطار عام بعيدا عن أسرارها لأننا لا ندرك أسرارها فهذه الرواية وأمثالها تتحدث عن العلاقة بين الله والحسين ما يدرينا نعنو ما يدرينا نحن ما بين الله والحسين نحن ندرك المعنى في إطاره العام أحب الله من أحب حسين حسين هو حبيب الله وهو حبيب محمد وأحب الله من أحب حسين وأحب الله أيضا من أحب حسين فحب الحسين هو حب الله وحب الله هو حب الحسين المعنى العام في مثل هذه الكلمات وهذه الروايات ما يتجلى به الله في محمد وأهل محمد فزيارة الله للحسين تجل من تجليات الله سبحانه وتعالى في حسين وآل حسين وحينما يكون الكلام في هذا الأفق فليس هناك من زمان وليس هناك من مكان وما جاء من ذكر لليلة الجمعة لبيان أهمية زيارة الحسين في ليلة الجمعة وليلة الجمعة مهمة في عالمنا لها صور في العوالم الأخرى في عوالم الملكوت لكن صورتها ليست كصورتها في عالمنا الأرضي التي التي هي صورة انتزاعية من بين حركة الأفلاك وحركة الأرض ومن بين ما يجري من الأحداث في ذلك المقطع الزماني إن كان في سالف الأيام ويبقى لتلك الأحداث ما يبقى من رمزية تكون لأجلها ليلة الجمعة تحظى بهذه الأهمية وبهذا التشريف أو من الأحداث والأفعال والطقوس التي نقوم بها في هذا الوقت المحدد والمعين على أي حال فأنا لست بصدد التوغل في كل أجزاء هذه الرواية وتفاصيلها إنما الرواية أخرستني وأسكتتني فماذا أقول والإمام الصادق يقول وكيف لا أزوره والله يزوره فماذا أقول بعد هذا الكلام أكمل قراءة الرواية لأجل الفائدة والمنفعة صفوان الجمال بعد أن قال له إمامنا الصادق صلوات الله عليه هل لك في قبر الحسين فماذا قال متسائلا وتزوره جعلت في ذاك فقال الصادق صلوات الله عليه وكيف لا أزوره وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة يحبط مع الملائكة إليه يحبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء ومحمد أفضل الأنبياء يعني أن محمدا سيكون مع الله سبحانه وتعالى ومحمد أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصياء ونحن نكون كذلك في هذه الزيارة فقال صفوان جعلت في ذاك فنزوره في كل جمعة حتى ندرك زيارة الرب قال نعم يا صفوان قال نعم يا صفوان ألزم ذلك تكتب لك زيارة قبر الحسين وذلك تفضيل وذلك تفضيل الإمام يعيد كلامه مرتين وذلك تفضيل وذلك تفضيل فماذا أقول عن هذا المضمون العميق نحن في فناء الحسين ما بين بداية تفتح لنا باب الأمل أن نصفر ما مضى ربك يقرئك السلام يا زائر الحسين ويقول لك استأنف العمل ابدأ من الصفر لقد نظفنا لك الصحائف الطريق سالكة أمامك فابدأ بداية حسينية نظيفة لكنك يا زائر الحسين تحتاج إلى تنظيف عقلك وقلبك من قذارات مراجعي وخطبائي وفضائياتي وكتبي حوزة الطوسي فإمام زمانك يرسل إليك هذه الرسالة أيضا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن هذه رسالة بقية الله إلينا إليك يا زائر الحسين رسالتان رسالتان لا بد أن تتدبر فيهما الرسالة الأولى يا زائر الحسين استأنف العمال فقد غفر لك ما مضى استأنف العمال ولكن عليك أن تنظف عقلك وقلبك لأن الأعمال التي غفرت لك كانت بسبب القذارات التي في عقلك وفي قلبك نحن غفرنا لك ما مضى لكن ما في عقلك عليك أنت أن تنظفه وما في قلبك كذلك لكن ما في عقلك عليك أنت أن تنظفه وما في قلبك كذلك فتدبر في رسالة إمام زمانك إليك طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسان صلوات على الحجة بن الحسان نذهب إلى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج بن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربع وحش الوج ضخم الهام بوجه أثر الجدر إذا إذا رأيته حسفته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبس وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على من بريه عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه ما بين البداية الحسينية النظيفة وبين المضمون العجيب الغريب الذي حدثنا عنه الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن الله يزور الحسين في كل ليلة جمعة ما بين هذا وهذا يتميز الأموات من الأحياء إنني لا أتحدث عن أموات تخرج أرواحهم من أبدانهم إنني أتحدث عن أموات يعيشون على الأرض يأكلون يأكلون ويشربون وينامون ويستيقظون ولربما يمتلكون من الدنيا العظيمة والعظيمة من أموالها وشؤونها وسلطانها في الآية الثانية والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ هذا هو ميت الأحياء أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا هو الكافي في جزئه الأول لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى بسنة الجزء الأول من الكافي الشريف طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 207 إنه الحديث الثالث عشر بسنده عن بوريد إنه إنه بوريد ابن معاوية العجلي من خواص الأئمة وخيار أصحابهم عن بوريد قال سمعت أبا جعفر إنه باقر العلوم صلوات الله عليه بوريد يحدثنا عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه من أنه يقول في قول الله تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ فقال ميت لا يعرف شيئا لا يعرف شيئا لا يعرف شيئا من دينه لا يعرف إمامه فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه الذي لا يعرف الإمام كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هو الذي لا يعرف الإمام الميت هو الذي لا يعرف الإمام هو الذي يعيش في جاهلية من بات ليلة ليلة من بات ليلة الصادق يقول لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية من بات ليلة ليلة واحدة هذه الميتة ما هي بميتة تقوده إلى القبور هذه ميتة تقوده إلى منافرة إمام زمانه من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية والجاهلية كما حدثتكم في الحلقات المتقدمة من أنها نتاج من الجهالة والجهل فإذا مجتمع الجهل مع الجهالة أنتجا لنا الجاهلية والحاضنة الحسينية هي الاستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة والجهالة مقدمة لحصول الجاهلية عند الإنسان فالحاضنة الحسينية بوابة للأمل والتفاؤل ومصدر للحياة الحقيقية في الحاضنة الحسينية سنتخلص من الجهالة ومن الجهل ومن الجاهلية وتلك هي الحياة التي يتحدث عنها قرآننا هذه هي الحياة القرآنية بحسب ثقافة العترة الطاهرة هذا هو قرآنهم المفسر بتفسيرهم نحن ما بين آيات وروايات أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَاهُ أَحْيَيْنَاهُ بتخليصه من الجهالة والجهل وبعثنا فيه نور المعرفة نور العقيدة السليمة أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا معرفة بإمام زمانه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أذكركم فقط ومر هذا علينا في سورة إبراهيم وفي الآية الخامسة بعد البسملة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أخرجهم دققوا معي دققوا معي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور نعود إلى الآية في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ماذا نقرأ في سورة إبراهيم أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وماذا بعد وذكرهم بأيام الله وأيام الله بحسب تفسيرهم ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى ألا تلاحظون الاتساق المتكامل والتنسيق الواضح جدا ما بين كل المفردات التي مرت علينا في مجموعة حلقات أعرف إمامك وفي مجموعة حلقات هذا هو الحسين هناك ترابط واضح وواضح جدا وفقا لمنطق قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومنطق حديثهم المفهم بحسب قواعد تفهيمهم فالإخراج من الظلمات إلى النور يكون منسجما مع التذكير بأيام الله وأيام الله ثلاثة لا يجهت غيرها أيام الله ثلاثة هكذا علمونا وهكذا فسروا لنا قرآنهم يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى فيوم القائم قيامة بحسب مصطلحاتهم ويوم الرجعة قيامة أيضا وبحسب المصطلحات القرآنية فيوم القائم يوم قيامة إنها القيامة الأولى ويوم الرجعة يوم قيامة إنها القيامة الثانية ويوم القيامة الكبرى إنها قيامة القيامات ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعود إلى سورة الأنعام أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا يعني أن عقيدة الأيام الثلاثة هي جزء من معرفة إمام زماننا الآيات واضحة وصريحة وهذا بالضبط ما وضعته لكم في خارطة العقيدة السليمة حينما قلت لكم من أن معرفة إمام زماننا لا تعني أن نعرف إمام زماننا بشخصه إنها معرفة منظومة العقيدة بكل تفاصيلها هذا هو المراد من معرفتنا لإمام زماننا وهذا ما بيّنته لكم وشرحته ووضعته مفصلا في خارطة العقيدة السليمة أنا أكرر التذكير بمجموعة الحلقات تلك لأنني أعتقد أنكم لا تعرفون أهميتها صدقوني لا لأنني أنا الذي حدثتكم بها ستندمون بعد الموت من أنكم لم تعرفوا عقيدتكم الصحيحة وهناك من وفرها لكم ووضعها بين أيديكم ما فيها من كلام ما هو كلامي هو كلامهم حديثهم قرآنهم وزياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو من كان ميتا فأحييناه هنا الحياة هنا الحياة ما بين قرآنهم وحديثهم إنني أتحدث عن الحياة القرآنية إنني أتحدث عن الحياة في ثقافة العترة الطاهرة إنني أتحدث عن حقيقة الحياة في الحاضنة الحسينية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا هو الذي قرأته عليكم قبل قليل من زيارة النصف من شعبان المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ونحن نخاطب سيد الشهداء في محضره الطاهر ونقول وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا لم يطفأ ولا يطفأ أبدا لماذا لأنه نور على نور بالضبط مثل ما جاء في سورة النور في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة من سورة النور إنها آية النور التي أولها الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى بقية تفاصيل الآية الكريمة حتى تقول الآية نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور هذا النور على النور هو هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق في هذه الزيارة الشريفة وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا فهو نور على نور يزداد نورا وينتج نورا ويتجلى نورا هو نور النور وأصل النور ومنور النور نور على نور على نور وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا يا حسين نذهب إلى فاصل بطل من عدنان بطل من عدنان ماكو أمسى عليه ياهو يقراب ياهو يدنال ياهو يدنال ياهو يمشي ويقبال 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 لأبطال الحرب مطرحة كل جيساتها بالدارب ورموش هامتها الشمال يوم خالفتها بالجوة حيبة مطرحة كل جيساتها بالجوة حيبة يوم خالفتها بالجوة الحيبة أمد تلك جيساتها بالجوة الحيبة يوم خالفتها بالجوة الحيبة وَأَشْهَدُ أَنَّكَ نُورُ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يُطْفَأَ وَلَا يُطْفَأُ أَبَدًا وَأَنَّكَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَهْلِكُ وَلَا يُهْلَكُ أَبَدًا النور الذي تتحدث عنه الزيارة الشريفة هو مجلاً من مجال الوجه لأن المقام الأصل هو الوجه فالحسين وجه الله الحسين نهر الله لكن المقام الأصل هو الوجه الحسين وجه الله لأنه وجه الله هو نور الله فالمقام الأصل الحسين وجه الله المقام الأصل لبقية الله بقية الله وجه الله الحسين نور الله بقية الله نور الله لكن المقام الأصل الحسين وجه الله لأنه وجه الله هو نور الله وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا الحسين من حيث هو والحسين من حيث نحن فمرة يكون الحديث عن الحسين من حيث هو ومرة ومرة يكون الحديث عن الحسين من حيث نحن وهذا واضح هذا واضح في طوايا الزيارات والأدعية والروايات وفي قرآنهم المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم والكلام هو هو ينطبق عليهم جميعا لكن الحديث هنا في أجواء الحاضنة الحسينية وتسلسل الحديث حتى وصلت إلى العقيدة الحسينية في خطوطها الإجمالية العامة في الحاضنة الحسينية مثلما حدثتكم عن تعريفها عن حدودها عن قطانها فهأني أحدثكم عن عقيدتها لأنني حدثتكم بالإجمال عن تعريفها وكذلك بالإجمال عن حدودها وكذلك بالإجمال عن قطانها فهأني أحدثكم بالإجمال أيضا عن عقيدتها الحسينية فمرة نتحدث عن الحسين من حيث هو ومرة نتحدث عن الحسين من حيث نحن الحسين من حيث هو هو وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية لأن وجه الله الأتام الأكمل الأعز الأعظم الحقيقة المحمدية التي عنوانها محمد ومحمد هنا حين أقول صلى الله عليه وأهله وسلم التزام بأوامر الله وأوامر محمد وأهل محمد وإلا فإن المقام هنا يتسامى عن صلاة وعن سلام وعن تنزيه لتلك الذات التي هي أصل القدس والتنزه والتطهر في هذا الوجود الوجه الأتم الأكمل الأجمل الأعظم الأعز الأكبر الحقيقة المحمدية أما مجال هذه الحقيقة التي تتجلى في العلوية العالية وفي الفاطمية الفاطرة وفي الحسنية العليا وفي الحسينية الطاهرة هذه المجال كل مجلا منها هو وجه الله ولكن في أفق الحقيقة المحمدية الجامعة فالعلوية العالية هي وجه الله ولكن في أفق الحقيقة المحمدية والفاطمية الفاطرة هي وجه الله ولكن في أفق الحقيقة المحمدية والحسنية العليا هي وجه الله ولكن في أفق الحقيقة المحمدية والحسينية الطاهرة هي وجه الله ولكن في أفق الحقيقة المحمدية من هنا قلت من أن الحسين من حيث هو هو وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية وما قول رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني مني حسين مني وأنا من حسين إلا إشارة وإشارة دقيقة ودقيقة جدا إلى هذا المضمون قطعا في وجه من وجوه هذه العبارة النورية الطاهرة والحسين من حيث هو أيضا وجه الحقيقة المحمدية ولكن ولكن في أفق الحقيقة الفاطمية الفاطمية فهي الحقيقة الأم فالحسين من حيث هو وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية والحسين والحسين من حيث هو وجه الحقيقة المحمدية في أفق الحقيقة الفاطمية هذا هو الحسين من حيث هو وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا فالحسين وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية وهو وجه الحقيقة المحمدية في أفق الحقيقة الفاطمية هذا الحسين من حيث هو وما جاء في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا يشير إلى هذه المضامين بشكل واضح ونحن نقرأ فيه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك إلا هذه إلا هي التي تشير إلى هذه الآفاق فالحسين وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية والحسين وجه الحقيقة المحمدية في أفق الحقيقة الفاطمية العبارة هذه على وجيز ألفاظها تشتمل على هذه المضامين وعلى غيرها لا فرق بينك وبينها لا فرق بينك يا الله وبين حقائق محمد وآل محمد إنني أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة إنهم أئمة الأئمة وعن الأئمة من أبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم الحديث عن هؤلاء فقط وفقط 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 إلى أن تنقطع الأنفاس لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك إلى أن يقول الدعاء الشريف فبهم بهم بمحمد وعلي وفاطمة وبولد وبولد فاطمة من المجتبى إلى القائم فبهم 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 وهل بغيرهم فبهم 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 ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هم وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية فبهم فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت يا حسين وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا هذا حسين من حيث هو أما حسين من حيث نحن فحسين من حيث نحن هو وجه الله الذي يتحرك بين أظهرنا وهو وجه الحقيقة المحمدية الذي يتحرك بين أظهرنا إلا أنه في المقام الأول هو مقام السر والذي لا ندركه من سر الحسين الغائب عن عقولنا والغائب عن قلوبنا والغائب عن حواسنا ونحن نتواصل معه في هذا العالم ذلك مقام السر هكذا نخاطبهم من أننا نؤمن بسرهم وعلانيتهم فمقام السر هو هذا مقام السر الحسين وجه الله بين أظهرنا من حيث نحن من حيث هو ذلك خارج عن عالمنا وليس لنا من طريق إليه مطلقا تكوينا نهتجريعا الحسين من حيث هو نحن لا نعرف عن ذلك إلا ما أخبرنا وبحدود الإخبار فقط لا نستطيع أن نستعمل تلك الإخبارات حتى في مستوى عالم خيالنا لأننا لا نمتلك مفردات نستطيع أن نحركها في عالم خيالنا فذلك عالم مقطوع عننا لكننا نتواصل مع حسين الذي هو من حيث نحن من حيث نحن هو وجه الله وهذا لا ندرك منه شيئا لأنه مقام السر إلا أننا نؤمن به إني مؤمن بسركم وعلانيتكم إني مؤمن بظاهركم وباطنكم فمقام السر ومقام العلاني الظاهر والباطن في مقام السر هناك ظاهر وباطن وفي مقام العلانية هناك ظاهر وباطن قد يراد من الظاهر والباطن في وجه من الوجوه السر والعلانية ولكن الدقيق من التفاصيل فإن مقام السر له ظاهر وباطن وكذلك فإن مقام العلانية له ظاهر وباطن فالحسين وجه الله بين أظهرنا وذلك هو مقام السر والحسين وجه الحقيقة المحمدية بين أظهر والحسين وجه الحقيقة المحمدية بين أظهرنا وهذا مقام العلانية ومقام العلانية له ظاهر وباطن ونحن نؤمن بظاهرهم وباطنهم من هنا فإن حديثهم صعب مستصعب ومن هنا فإن أمرهم صعب مستصعب فإن حديثهم ما أخبرونا به وإن أمرهم ما هم عليه في مقاماتهم في مقامات سرهم وعلانيتهم لذا جاءت الروايات والكلمات المعصومية في مستويين مرة تقول إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا وإلا إن أمرنا صعب مستصعب ذكوان أجرت لا يحتمله إلا وإلا لا أريد أن أخوض في هذه الأحاديث فإن الوقت يجري سريعا وإذا ما تطرقت إليها فإنها ستفتح لي أبوابا لا أستطيع أن أتركها لأنني إذا ما تركتها سيبقى الحديث مبتورا لذا أكتفي بما ذكرت منها بنحو إجمالي مقتطع من تلك الأحاديث خلاصة القول حسين من حيث هو وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية وهو وجه الحقيقة المحمدية في أفق الحقيقة الفاطمية وحسين من حيث نحن هو وجه الله بين أظهرنا وذلك هو مقام السر وحسين وجه الحقيقة المحمدية بين أظهرنا وهذا هو وجه العلانية العلانية فما نعرفه عن حسين هو من ظاهر وجه العلانية من حيث نحن إننا لا نعرف شيئا عن حسين من حيث هو من حيث هو لا نعرف شيئا مطلقا فلا نعرف شيئا عن حسين الذي هو وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية ولا نعرف شيئا عن حسين الذي هو وجه الحقيقة المحمدية في أفق الحقيقة الفاطمية فذلك حسين من حيث هو من حيث هو نحن لا نعرف ه مطلقا هو أجنبي عننا لا صلة لنا به مدارك عقول محكومة بمنطق عالم التراب بمنطق عالم التراب يتجل الحسين لنا من حيث نحن من حيث نحن الحسين وجه الله بين أظهرنا وهذه تعابيرهم بين أظهرنا هذه تعابيرهم هذه رواياتهم وأحاديثهم في الكاف الشريف فهم وجه الله بين أظهرنا الحسين وجه الله بين أظهرنا هذا هو مقام السر ظاهره وباطنه لا نستطيع أن نتواصل معه إلا إذا أراد الحسين أن يتواصل معنا إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرر ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان إذن من يحتمله يا صادق العترة الطاهرة قال من شئنا من شئنا إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرر ولا عبد امتحن الله ولا عبد امتحن الله إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرر ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فمن يحتمله صادق العترة يا ابن رسول الله من يحتمله من شئنا هو يقول هم يقولون من شئنا إذا شاء الحسين لنا لا أن نتواصل معه أن يتواصل معنا من ظاهر مقام السر حينئذ يمكننا أن نستشف ما نستطيع أن نستشفه بحسب توفيقهم بحسب فيضهم بحسب عطائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحسين وجه الله بين أظهرنا هذا مقام السر له ظاهره وله باطنه والحسين وجه الحقيقة المحمدية بين أظهرنا قطعا قطعا هو في أفق الحقيقة الفاطمية ومن هنا من هنا فإن الدين والعقيدة يربطان رباطا وثيقا بها صلوات الله عليها هي صاحبة الدين هي القيمة على الدين وذلك دين القيمة ما أنا الذي أقول الله سبحانه وتعالى في سورة البينة تذكروا دائما تذكروا من أن الله هو الذي يقول في سورة البينة وذلك دين القيمة فإذا أردنا أن نتواصل مع العقيدة الحسينية في الحاضنة الحسينية علينا أن نبدأ بالقيمة على هذه الحاضنة قيمة الحاضنة هي فاطمة هذه الحاضنة لها قيمة حاضنة الحاضنة الحاضنة لها قيمة قيمتها فاطمة تريدون أن تدخلوا إلى هذه الحاضنة تريدون أن توفقوا في كل التفاصيل التي مر الكلام عنها وإن كان بشكل إجمالي في هذه الحلقة أو في الحلقات الماضية فأطيل المكوث عند باب فاطمة أطيل المكوث توجهوا إلى فاطمة يا زهراء هذا العنوان حاولوا أن تنحتوا عقولكم وأن تنحتوا قلوبكم وفقا لتصميمه صمموا عقولكم وصمموا قلوبكم وصمموا ضمائركم مع هذا العنوان يا زهراء يا زهراء يا زهراء نذهب إلى فاصل سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعبادي الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تبتدي وتروح عليك يا بنا أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتسليم والوفاء والنصيحة لخلف المبي صلى الله عليه وآله المرسل والسف المنتجا والزليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتظام فجزاك الله عن وسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين فلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرتا واحتسا وأعنتا فنعما أطبتا هذا هو المذاق الذي يريده إمام زماننا مذاقا للخدمة الحسينية الخدمة الحسينية التي تفتقر لهذا المذاق ما هي بخدمة خادم للحسين عارف بحق الحسين من زار الحسين عارفا بحقه بهذا المذاق من خدم الحسين عارفا بحقه بهذا المذاق من كان منتظرا ثأر الحسين منتظرا إمام زمانه بهذا المذاق من كان قاطنا في الحاضنة الحسينية بهذا المذاق هذه هي عقيدة الحاضنة الحسينية في سماتها العامة بين كل القاطنين قطعا كل شخص له خصائصه له مميزاته النوايا تختلف مراتب العقول تتباين الدرجات تتكثر العلم المعرفة كل شيء يختلف القاطنون فيه بحسب المراتب والدرجات والمراقي لكن هذه السمات التي حدثتكم عنها وإن كان حديثا إجماليا هي السمات العامة للعقيدة الحسينية في الحاضنة الحسينية فياخد دام الحسين هل أن خدمتكم بهذا المذاق إذا لم تكن بهذا المذاق فما هي بخدمة مهدوية لابد أن تعرف أن الخدمة الحسينية على نحوين أتحدث عن الصادقين في نيتهم من خدام الحسين هناك خدمة حسينية شيعية الشيعة يقترحونها وهذا هو الموجود في الواقع الشيعي عند المخلصين الصادقين في نيتهم في خدمة الحسين حتى وإن كانوا من شيعة مراجع النجف وكربلاء فخدمتهم حسينية شيعية أما الخدمة الحسينية المهدوية وهي خدمة القاطنين في الحاضنة الحسينية الحاضنة الحسينية لا يستطيع خادم حسيني خدمته حسينية شيعية أن يكون فيها الذين يكونون في الحاضنة الحسينية هم الذين خدمتهم خدمة حسينية مهدوية إمام زماننا ناظر إليها إمام زماننا هو الذي وفق إليها الخدمة الحسينية المهدوية لن تكون حسينية مهدوية ما لم تكن بهذا المذاق الذي حدثتكم عنه أما آن الأوان يخد دام الحسين أن تستيقظوا من غفلتكم وأن تعودوا إلى حاضنتكم الأصلية إلى الحاضنة الحسينية بعيدا عن عجول حوزة الطوسي بعيدا عن مراجع النجف وكربلاء الذين ينافرون الحاضنة الحسينية منافرة كاملة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله دوح حسنا 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 ублиكي حسنا اشتركوا في القناة